يونس فراشين عضو مكتب التنفيذي للكونفدرالية الدموقراطية للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم السادتي اليوم 14 يناير تمتوقع اتفاق ما بين نقابات تعليمية الأكثر سمسيرية الأربع والحكومة ممتلف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف الميزانية ووزيرة الوظيفة العمومية وبإشراف رئيس الحكومة هذا الاتفاق هذا اللي هو عبارة عن مبادئ مؤطرة للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزير التربية الوطنية كان اعتبروا بأنه حقق جزء من المطالب دي النساء ورجال التعليم التي عمرت لي سنوات يعني منذ عشرين سنة قريبا منذ الفين وثلاثة تاريخ دي الأخير النظام الأساسي واللي هاد المشاكيل وهاد الاخترالة خلقات احتقان كبيرة طيلة هاد الفترة واللي كان يعني واضح العيان خلال مجموعة من المعارك النظالية لخطة الشغيل التعليمية طيلة هاد الفترة كان اعتبروا بأنه هاد النظام الأساسي أولا حفظنا أو لهذا الاتفاق حفظنا من خلاله يعني المكتسبات اللي كانت عن نساء ورجال التعليم خاصة فيما يتعلق مثلا بالترقية بالأقدامية أو الترقية يعني بالتسقيف أو كذلك الترقية بالامتحان المهني وتمت طبعا إضافة مكتسبات جديدة سواء فيما يتعلق بالترقية بالشهادات اللي جات في 18 يناير والآن ستصبح بشكل رسمي وسنوية ودائمة كذلك تم التطرق وتم الاستجابة لتسوية مجموعة من الملفات العالقة مثل السيدات الزنزانة عشران اللي هما السيدات اللي تعينوا بالسلم التاسع منذ 95 إلى 2012 وتم الاتفاق على تسريع وثيرة ترقي ديالهم كذلك ملف ديال ضحايا النظامين كذلك فتح المجال لأسيدات الإعدادية لولوج مركز السكوير المفتشي لسنوات هما محرومين منه كذلك الارتقاء بالمسار المهني دي المساعدين الإدارين والتقنيين اللي هما أوطر مشتركة سيتم مدمجهم في النظام الأساسي الجديد اللي عنده السلم ستا غادي تدمج بالسلم التامين واللي عنده السلم التامين سوف يدمج بالسلم التاسع وزيادة في تعويضات ديالهم كذلك انه زيادة في تعويضات التكميلية والتعويضات بشكل عامل فائدة مجموعة من الأطر منهم أطر توجيه وتخطيط منهم المبرازين منهم المفتشين ويعني كذلك الأطر ديال الإدارة كذلك واحد النظام ديال تحفيز لفائدات المؤسسات التربوية واللي غادي بدا هاد سنة بعشرة الاف ديال الأطر ديال التدريس والأطر الإدارية داخل المؤسسات واللي القدر دياله عشرة الاف درهم سنويا وغادي استمر يعني كل سنة غادي تضاف 58 ما بين 58 ألف حتى 60 ألف ديال نساء ورجال التعليم اللي غادي استفدوا منه كذلك تم الاتفاق على وهذا هو الملفات الكوبرة اللي كانت موضوع خلاف والدرجة الممتازة لغادي شيل اللي كتر من 220 ألف ديال نساء ورجال التعليم كانوا محرومين منها واللي غادي تبدأ من واحد واحد ربعة وعشرين وغايتستفدوا منها في السنة اللي هو لحوالي 25 ألف ديال نساء ورجال التعليم وبشكل استثنائي غادي تبدأ في 2023 بالنسبة لمن سيتقاعد إلى حدود واحد وثلاثين ثمانية الفين وثلاثة وعشرين كذلك بالنسبة لموضوع التعاقد وهو ملف اللي كهم يعني مية وعشرين ألف من الأطر المفروض عليهم التعاقد والضاف لهم كذلك عشرين ألف اللي دخلوا هاته السنة المراكز فتم الاتفاق على أن النظام الأساسي المقبيل سيكون نظام أساسي واحد موحيد لكل موظفي وزارة التربية الوطنية وسيكون في إطار الوظيفة العمومية وكل مغالطة تقول بأنه خارج الوظيفة العمومية غير صحيحة بشكل نهائي وممكنش نسحو بها دائما في الكونفدرالية الديمقراطية الشغل كنا ندافع الوظيفة العمومية ورافضين وكانوا واجهوا كل محاولة دي لتفكيك الوظيفة العمومية لأنه كان اعتبروا هذا مدخل لتفكيك الخدمات العمومية وتسلعها لهذا فهذا الاتفاق كنص على نظام أساسي واحد وموحد في إطار الوظيفة العمومية وما غير يكونش فيه تفي أو تمييز بين كافة نساء ورجال التعليم بالإضافة طبعا للترسيم كل أساسية المتدربين لماذا لم ترسموش مع تسوية وضعيتهم في الرتاب بأطار رجعي إداري ومادي بالإضافة المجموعة من المكتسبات الأخرى اللي جات في هذا الاتفاق هذا واللي كان اعتبروا بأن المعركة الآن هي معركة ديال الصياغة والتنزيل ديال هاد المبادئ المؤطرة هاد الإطار المرجعي في مواد اللي خصو يكون تنزيل سليم واللي يحتارم هاد دفتر تحمولات اللي وقناع لي جميعا يوم 14 يناير لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب جنار وفعلوا خاصية الجرس لتفصلكم كل جديدة دعوا شام الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعية